السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل ما نبلش في هذا الفيديو صلوا معي على النبي واذكروا الله اليوم موضوعنا هو عن قفل واخفاء التطبيقات والصور في اجهزة الاندرويد لجميع الاجهزة نعم لكافة الاجهزة رح نقوم باخفاء وقفل التطبيقات والبرامج والالعاب والصور في الفيديوهات الشرح سهل وبسيط بتمنى ان تبقوا معي اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا فيكم من جديد طبعا نزلت شرح سابق عن اخفاء الطبيقات لاجهزة الاندرويد ولكن كتار من الاشخاص كتبوا لها بالتعليقات انه في اجهزة ما بتنفع الطريقة السابقة هل هيك حبيت في هذا الشرح اخضر لكم طريقة تشتغل على جميع الاجهزة بدون استثناء نعم جميع اجهزة الاندرويد طبعا قبل ان ابدأ بشرح الطريقة بتمنى منكم اول شي انه تدعموا قناتي هاي لحتى توصل للمئة الف مشترك نعم انا هدفي الان هو الوصول في هاي القناة الى المئة الف مشترك لهيك اخي بتمنى انك تكون انت من بين الاشخاص يلي ساعدوني للوصول للمئة الف مشترك للمليون مشترك لاحقا ان شاء الله طبعا الطريقة يلي رح نشرحها اليوم تعتمد على تطبيق رح تنزلوه من الرابط يلي تركتلكم ياه في الوصف اسفل هذا الفيديو هذا هو التطبيق بعد ما تسبتوا التطبيق رح تقوموا بالدخول عليه يعني رح نشرح باختصار عشان ما يكون الفيديو طويل بعد ما ندخل الى التطبيق رح يعطينا نختار كلمة سر للتطبيق لحتى نقفل التطبيقات او هذا التطبيق ما حدا يستطيع الدخول اليه رح نقفلو ب نمط نفس نمط الجوال او كلمة سر رح نختار مثلا النقاط هاي نمط هون رح نختار النمط يلي نحنا بنريده رح نعود نأكد النمط مرة تانية نختار النمط يلي بنريده هون اذا بدنا ندخل البريد الالكتروني نحنا رح نضغط على تخطي ما رح نحط طبعا التطبيق بسيط جدا هون نضغط على حسنا طبعا هون لازم نعطي للبرنامج صلاحي رح ننزل للاخير نضغط على هذا الخيار الخدمات التي تم تثبيتها ورح نلاقي هون اسم البرنامج هاد رح نضغط عليها يعني لا نعطي صلاحية للبرنامج ورح نعطي انه مفاعل ونضغط على موافق هيك الان اعطينا الصلاحية للبرنامج هون رح نضغط على سماح طبعا هلا البرنامج يشتغل طيب عنا هلا اذا بدنا نخفي الصور او الفيديوهات شو رح حنسوي بو متن ملاحظين هذا السهم حتقفل التطبيق رح نضغط عليه ورح نضغط على معرض الصور الخاصة هون رح نقوم بالضغط على اشارة الزائد هاي بالزاوية تحت لحتى نضيف صور لاخفاءها داخل التطبيق طبعا رح يعطيني مجلدات الهاتف رح نختار الصور مثلا مثلا هاي عدة صور بمجرد الضغط عليها او الفيديوهات رح نضغط هون على هاي اشارة العين لاخفاء الصور بطن ملاحظين اختفت الصور الان من الهاتف طبعا هي موجودة داخل التطبيق بنرجع داخل التطبيق اذا حبينا نشاهدها من داخل التطبيق واذا حبينا انه نعود نرجع هاي الصور اخفيناها طيب بنعود بنرجع هلا لحتى نقوم بقفل التطبيق رح مثل ملاحظين هاي القائمة هون يعني مثل ملاحظين هاي البرامج الموجودة عنا مثلا فينا نقفل الستيديو فقط بنفعل هذا الخيار فينا نقفل التليجرام مثلا او الواتس اب او الواتس اب ونخرج من التطبيق ضغط الغاء طبعا بعد ما ندخل رح نتوجه لها الستيديو رح يطلب مننا نمط كلمة الزر طبعا وهيك بتكون انتهى الشرح اتمنى ان يكون افادكم هذا الفيديو ترجمة نانسي قنقر